أعوذ بالله الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رسقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هو المفلحون إن الذين كفروا سباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصادهم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ببؤمنين يخاضعون الله والذين آمنوا وما يختعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضاه ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمعون أولئك الذين اشتروا الرلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعدود وبرق يجعلون أصابعهم في أذن من الصواعك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أغلم عليهم قاموه ولو شاء الله لذهب بسبعين وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأوضى فراشا والسماء بناءه وأنسد من السماء من فخرج به من الثمرات جزقا لكم فلا تجعلوا لله أهدادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نسى على عبدنا فأتوا بصرط من مثله وادعوا شهداءكم من ودون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمر الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج طهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يغذب مثلا ما بعوا رؤتا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يغل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استباعي السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبق الدماء ونحن نسبح بحمدك من نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقلكم إني أعلم غيب السماوات والعوض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقل لا يا آدم اسكل أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان وعنها فاخرج هنا من مما كان فيه وقل له بتوبعوكم لبعض عدو ولكم في العظم استقروا ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات وفتاب عليه إنه هو التباب الرحيم قل اهبتوا منها جميعا فإن ما يأتي أنكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوفنا عليهم ولا هل يحزنون هو الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنامت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أبل كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثرنا قليلا وإيايا فاتقون فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق بأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأترسكات واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يؤمنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسيمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ ورقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين نيلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم غلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التباب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلمة كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يغلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نوفر لكم خطاياكم وسنسيد المحسنين فبدل الذين غلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنسلسع الذين غلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقوا موسى لقومه فقل نغرب بعصاك الحجر فانفجرت لثمثة عشرة عينا قد علم كل أناس سمشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعم واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم فوربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغرب من من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا خوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فغل الله عليكم ورحمته لكم كنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما قلبها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذناه زبا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عمان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة سفراء فاقع لونها تصب الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ أقتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل لغربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبت من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله وعليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرقون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماري وإنهم إلا يغنون فبيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عود الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبيل لهم مما كتبت أيديهم وبيل لهم مما يكسبون وقالوا لم تمسل النار إلا أياما معدودة قل أتخذت من عود الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئته وأحضت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالبالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولون للناس حسرا وأقيموا الصلاة وأاتوا الزكاة ثم تبليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تغتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما شاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قالوا قلوبنا غلف بل لعنهن الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن يلزل الله من فغله على من يشاء من عباده فباءوا بغرب من على غذب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق مصدقا لما معهم كن فلم تقتلون أنبياء الله من قبل كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوه قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأبركم به إيمالكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنبوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا هو أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يبد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحسه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نسله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه بهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله بملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزل إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أبا كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فدلة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به به المرء وزوجه وما هم بغاظن به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يغرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوه وللكافرين عذاب أليم ما يبدو الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يغتص برحمته من يشاء والله ذو الفغل العظيم ما ننسق من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يربد الكفر بالإيمان فقد غل سباء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أولم من من منع مساجد الله أن يذكر في هسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآفرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله باسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السمابات والأرض كله قانتون بديع السمابات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبله لهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا رسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يطلوا له الحق تلابته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنامت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتى أمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال وحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركعي سجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أوطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التباب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إن لا من سفها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وبصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا بأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حور يعقوب الموت يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تبلوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكه الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوا لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا بلكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلموا أم الله ومن أعلم من من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر